السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دائماً هذا الموضوع يكون حساس والناس تتأثر فيه حيلة. أنا أتكلم عن الملحدين نفسهم ويتحمسون جداً وينزعجون ويعني ممكن يكون حتى فيهم شيء من الغضب والحقد. أنا بس أحب أني أقول ببساطة أنا لي يعني أن أحترم الناس كلهم ولا أتصاد معهم نهائياً ويعني أول تالي الإلحاد هو يكون الناتج عن حدا أمرين إما موقف نفسي أو زلل فكري أو مثلاً يعني شك معين يقول أقنع الإنسان بقوة وفتن بقوة فبالتالي أنا بس كل اللي أحاول أسويه هو أني أقول لك من محاولتي أنا يعني من وجهة نظري أنا يعني من رأي من رأي طيب أني أنا أحاب أقول لك ببساطة اسمعني وأنا رح أسمعك بالتعليقات وإذا أحاب أنك يعني تتكلم باستفادة في التعليقات يا أهلاً وسهلاً يا أهلاً وسهلاً ببساطة الإلحاد ليس انتصار لنفسي أنا عليك يا ملحد ولا انتصار منك أنت علي إذا أنت اقتنعت بالإلحاد يعني إذا أنت اقتنعت بالإلحاد تراك ما في استعليه وإذا أنا بهذا الفيديو خليتك تقتنع أن الإلحاد أوكي ما هو مقنع مية بالمية خليتك تحس أن الإلحاد ليس بالضرورة منطقي طيب إذا أنا نجحت بهذا الشي ترا أنا ما في استعليك لأن أول وتالي إحنا نتفق على عدة أمور بس قبل أن نتابع بالفيديو لأنه في كرونة فنعقم يدينا طيب مزيق هذا بقيله شوي طيب عشان لما تعطي لايك ما تعاديني طيب ما أقول هذا إذا عطيت لك طيب في عدة أشياء ممكن إحنا نتفق عليها طيب مدام نتفق عليها أكتب اللون الأخضر أحسن مدام أمور إحنا نتفق عليها أولا إحنا نتفق على وعلى فكرة المقول إحنا أنا قصدي ترى بس أنا أو أنت يا العزيز المشاهد أن يمن تقتنع بللحاد وأنا اللي بدوري قد أحاول أن أخليك ما تقتنع بللحاد إحنا نتفق على عدة أمور أول شيء إحنا نتفق فيه يعني نتفق على المحدودية إن هذه الدنيا تراها محدودة شئنا أم أبينا ما ما فيه أنت تقتنع أنها محدودة وأنا مقتنع أنها محدودة أنا مقتنع أن في روح ولهذا الروح وجودها مؤقت ولها راح تنتهي ينتهي وجودها في هذه الدنيا وفي هذا الوعاء البيولوجي أنت تقتنع كذلك بأنه في محدودية لما يكون إدراكك يعني مثلا إذا قلت أنه والله المخ هو إدراك الإنسان لا أحيانا المخ يكون شغال والأعضاء الثانية تكون مضطربة والإنسان ما يكون بوعية رغم أنها المخ شغال فمن يعي الوعي ومن يدرك الإدراك ومن يتألم الألم ومن يحس الإحساس ومن يشعر الشعور ماشي جهازك العصبي لما مثلا يكون في طيب الله يجمعنا أقوله أمين طيب آه ملحدين سوري يعني هذا هي الأبرة طيب صار وخص الحين أنا حسيت بالوخص بسبب سيال الكهربائي أو سيال العصبي اللي وصل للدماغ ماشي من اللي أدرك هذا الشي المخ أدرك ماشي بس شنو الموجود يعني الماط ورائيات أو اللي يكون الشي الفوق الطبيعي أو عفوا يعني مثلا قلت الحين ممكن تنكر وجود الروح بس من اللي يقدر يسأل كيفه أنا ما ودي أخبطك بس اللي يقدر يسأل كيفه هو اللي عنده روح يعني شنو يعني الحين مثلا الكمبيوتر يسأل مثلا يحسب ماشي المسافة الزمن القياسات فهو الكمبيوتر يسأل مثلا عن القياس لو يقول مثلا العقل العقل الافتراضي طيب AI أو artificial intelligence العقل الاصطناعي يسأل عن الأمور الكيفية ولكن من يسأل لماذا هو من يكون عنده إدراك غيبي أنا كمسلم أختصر هو أقول روح وانت هنا انت تقول أنه فيه إدراك ما شيء خاص إدراك شفت هذا الشيء اللي يدرك اللي أنا أدري أنه روحه وخلص انت يعني مثلا في موقفك لا فيه شيء يحدد ما هو الإنسان الإدراك هذا الشيء ترى وجوده محدود طيب فإحنا نتفق على المحدودية نتفق على المحدودية لأن لو تقول أنا كائن حي مجرد بيولوجيا طيب أنت تدري أن جسمك مليان بكتيريا أنت تدري أن جسمك متكون منها تدري أن جسمك متكون من خلايا تدري أن الخلايا هذه لها تصرفات تشبه الكائنات الحية تدري أنها هي ما هي ميتة إذن هي حية وهي كلها على بعضها تكونك أنت فأنت شنو ما أنت يعني أنت إجمالي جراثيم وغدد وخلايا وخلاص طيب ماشي 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 نمشي يعني تاتا تاتا نمشي حبة حبة أنت إجمالي هذه اللي على حسب ظنك العشوائيات البيولوجية ماشي ما هي نقطة اجتماعهم التي تجعلهم كلهم ويكونون وحدة وحدة ويدركون هذا الشيء متى يعني هذا التكتل البيولوجي يصل إلى نقطة تكون ذات ذات متى فبالتالي إحنا نتفق على المحدودية ونتفق على الذوات إنه في شيء اسمه ذوات جميل إحنا نتفق على إنه ترى في شيء اسمه ذوات إنت تقول إنه هذه ذوات والله جاءت بشكل بيولوجي أو حاب أنه توضح لي في التعليقات أهلا وسهلا ما في مشكل ماشي عموما يعني أنا قد تتكلم بشكل أساس الأساس يعني لدرجة إنه واحد زاد واحد سوي اثنين أساس الأساس ما في تجادل وعلى فكرة أنا أكره إنه يكون في تصادم لوجهات النظر لأن هذا يعني خسارة متى أنا وأنت نكسب لما وجهات النظر تجتمع مع بعض لتتم لتتم كامل النظر فنكون على بصيرة فأنا لو حاول أني أجاد لك نهائيا أنا أتكلم عن أشياء هي أساس الأساس وليس هذه مثل طريقة أني أنا أحاول أني أخليك لا أنا أنا فعلا أني ولي أنا أني أجاد لك فبالتالي أنا ماشي على الأساس ليس تهرب من أي شيء أنا أنا نيت أني ما يجاد لك أنا الشخص ما يجاد لك فبالتالي أنا ماشي على الذي بالضرورة متفق عليه ما لو كان دينك وما لو كان اعتقادك حتى لو ما عندك اعتقاد انت تؤمن بوجود محدودية انها اخلاص كل شيء ينتهي والعلم يأكد هذا الشيء انه بنفعل لكل شيء النهاية عفونا البشر الماي على ما هذا اكتب التعليقات الحين هذا الماء رح يرفع من القلويت ان شاء الله ويمتص جسمي ويرفع من تستفيد منه خلاياي الحين هذا الماء هو ذاتي انا لا هو ليس ذاتي انا هو ممكن اصبح جزء من جسمي نسبيا جزئيا بس في مرحلة التكوين ماشي ولكن انا كذات المدرك لهذا الجسد غير انا غيبة وانت غيب كروح في الارواح غيبة غيب غيب على فكرة لما نقول غيب ترموه بضرورة بس ديني غيب يعني شيء غيب عن ذهننا بس لانه علميا بايولوجيا لا نستطيع ان نصور الادراك نفسه ماشي مثل ما ذكاء الحاسوب ما تقدر تصوره مثلا تقدر تصوره مثلا شفرة الحاسوب مثلا اللي هي واحد صفر واحدة ماشي ما وراء الواحد صفر واحد ما تقدر يعني مثلا واحد زائد واحد يساوي اثنين جميل؟ واحد زائد واحد يساوي اثنين الذكاء اللي يخلي هذا مع هذا حقيقة وحدة يكونون هذا الشيء فضاء الافتراض هذا نفسه غيب دائما في غيب أبدا لأن الغيب هو إطار الواقع طيب ماشي فإحنا نتفق على المحدودية ونتفق على الذوات جميل نتفق بعد على سالفة مهمة الذكاء يعني شنو الذكاء الذكاء إنه في شيء اسمه واحد زاد واحد يساوي اثنين طيب ليش الوحدة الواحدة لماذا الوحدة الواحدة حينما نجمعها بوحدة واحدة أخرى تكون وحدة ووحدة تعطينا اثنين لماذا؟ لأنه في دكاء للواقع ماشي فلكل سبب أسباب تسببه طيب لكل سبب أسباب تسببه مع هذا الأمر كل ما يحصل في الحياة من تفاعلات كيميائية من تفاعلات فيزيائية فيسيولوجية سايكولوجية جيلوجية تاريخية أدبية عقلية فلسفية لازم لكل سبب مسببات جميل فإحنا اتفقنا على الذكاء أو بالأحضر تقول النظام بس أنا متعمد أقول الذكاء لأن الذكاء توخرنا على الجدل لأن العادة الملاحدة يعني جدلهم شلو أن يقولك لا كل شيء عشوائية انتظمت وبعدين والمتدينين يقول لا أن نترك كل شيء بالأساس نظام بعدين في احتمال العشوائية وأنا بقول ذكاء عشان الكل يرتاح جميل حتى نكون على كلمة سواء بيننا نجي الحين لمشاكل الملحدين الثلاثة مشاكل الملحدين الثلاثة هي هذه عادة طبعا في مشاكل فكرية كثيرة قد أنا أجهلها ويريت لو تناوروني بالتعليقات أول فكرة أول فكرة هي هذه طيب هذه الفكرة أرقام شرقية وليس طبعا طيب أول فكرة بمدام مشاكل قد نكتبها بالأحمد الشر يقول لك كيف يكون في إله وفي شر كيف يكون في إله وفي شر أولا الشر ما هو إلا غريبة الحرية الشر ضريبة الحرية هنا الجواب بحط واحد أحسن هالشكل ضريبة خف ما يبين ضريبة الحرية فالشر ضريبة الحرية ليش في شر؟ ليش في شر؟ لأن ممكن الواحد يختار الشر ووجود الحرية التي دائما الملاحدة يعني يقولون بأنهم يريدونها ويطالبون بها وإلى آخره فترى اللي انتم تطالبون فيه هو أصلاً سبب موجود الشر الحرية هي التي تجعل سلوكياتنا قرارات نستحق فيها المكافأة أو العقاب فالشر عرض هو مرض هو كل ما يخالف رتم الطبيعة الطبيعة لو تتركها على حالها ولا أحلى منها جنة ولكن الإنسان هو من أفسد ليه؟ لأنه يمكن يفسد لأنه مسموح له الاحتمال أنه يفسد فيعاقب فلتحقيق المكافأة والعقوبة في حريات بتقول لي أخي بلاها المكافأة أو بلاها العقوبة طيب إذن خلاص نكون بدون عقول على قولة المصري من أصله نكون بلا عقول ترضى يا ملحد أنك تكون بلا عقل يقولك لا أنا ما أرضى أني أكون بدون عقل أي بذا ما ترضى أنك تكون بدون عقل إذن أمانة العقل تقتضي وجود احتمال وقوع الشر أو الخير فلأن أنت لست شخص واحد ممكن تختار الخير أو الشر في أفعالك إنما أنت في وسط كوكب مليان كائنات ممكن تختار الخير أو الشر فلسبب وجود الذوات التي اتفقنا إحنا عليها وكما اتفقنا على الذكاء طيب ففي الاحتمال لتصرف هذه الذوات الذكاء الذكية ممكن أن هي تختار الخير أو الشر حتى تعطي أصلا معنى مجرد استعابك لما أنا أقول في الفيديو هذا هي من نعم الله عز وجل في منحه إياك العقل لو لا العقل لما كنت حتى تستطيع أنك تمتقد الفيديو وهو نفسه هذا العقل هو ليقدم لك الخيرات التي من أخلاقك من قلبك من إنسانيتك من طيبتك نقصانها أو زيادتها تحتم أنك ستختار الخير أو الشر فوجود الشر هو ليس دليل على عدم وجود الإله ولا حتى هو انتقاص لوجود الإله بالعكس هو أصلا دليل على عدل الإله في إن جهنم ليست عبثا وإن لو أنت مثلا تشاهد أحد يخطف طفل تهرع لردع هذا الإنسان وتاخذ للعدالة وتفرح لما يعاقب لماذا أنت أردت أن هذا الشخص يعاقب لأن الأصل فطرتك الطبيعية مهما لو كان اعتقادك نبذ الشر فهذا أكبر دليل على أن الشر هو ليس الأساس بالعكس هذا دليل على أن الأساس هو الخير فكل الأسوياء ينبذون الشر مهما لو كانت اعتقداته ومهما لو كانت دياناته فبالتالي هذا يؤكد أصلا وجود إله الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى الذي جعله فطرة الإنسان حبه للخير وكرهه للشر الإنسان السوي فأول موضوع مسألة الشر وانتهينا منها نجي للموضوع الثاني العشوائية يقول لك ببساطة هذا الوجود كان من الممكن أن ينشأ بعشوائية تامة يعني شلو ينشأ بعشوائية تامة يعني في مثال دائما يرددون الملاحظ الغربيين إنه لو نترك قرود لانهائيين أمام مكنات طباعة مكنات كتابة يعني تعرف هذا التايب رايتر القديم أمام مكنات طباعة لانهائية يعني قرود أمام مكنات طباعة لانهائية المكنات لانهائية والقرود لانهائية طيب لو نتركهم يكتبون بشكل لانهائي بأوراق لانهائية وبحبر لانهائي راح يصدف أن واحد منهم صدفة يكتب أدب شاكسبير كاملا كله بدون خطأ لأنه لما تخلي العشوائية لانهائية راح يضبط كل شيء يعني راح يضبط كل شيء الكواكب راح تتصادم 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 ملايين بلايين تريليونات زليونات السنين لين يتناسقون غصب على مساء فيقول لك العشوائية خلاص هي أساس الأساس وهي كل شيء أقول ببساطة إحنا شنو اتفقنا عليه في البداية اتفقنا على المحدودية والمثال اللي هم يأسسون فيه اقتناءهم هو إن القروض اللي كانوا يكتبون في ذلك المثال يكتبون بحبر لا نهائي بآلات لا نهائية بعدد من القروض لا نهائي ماشي ها انت قلتها لا نهائي بالعكس الوجود الحالي الحالي اللي احنا فيها هي ليست أبدية هي محدودة محدودة الإطار الزمني محدودة الموارد ومحدودة حتى الاحتمالات حتى الاحتمالات محدودة فبالتالي من يعتقد بأن العشوائية هي أساس الوجود الرد البسيط السريع هو ببساطة الاحتمالات يعني شنو الاحتمالات؟ يعني حتى لو في عشوائية أسست كل شيء لازم يكون قبلها ذكاء واضع احتمال وجود الصواب وبالتالي في ضرورة عقلية لوجود إله سبحانه وتعالى سابق لكل شيء وهو تام الذكاء والحكمة سبحانه وتعالى حتى يضع احتمال ان كل شيء يتسق ويتناغم وكل شيء يكون على مسار كامل يعني ولله المثل الأعلى من يصمم الحاسوب يضع المسارات اللي ممكن تشتغل عليها أجهزة من تصميم المبدعين فيقول لهم ممكن انتم تركبون الخاصية هذه والخاصية هذه والخاصية هذه والخاصية هذه وتعطيكم الاحتمال كذا وممكن تحطون كذا وكذا كذا تعطيكم احتمال كذا وهذا الحين احنا نتكلم عن جهاز وإحنا منبهرين بعالم الانترنت وهذا فما بالك الكون فما بالك كل الكواكب كل العوالم فاحنا نقول الحمد لله رب العالم لا احنا نقول الحمد لله رب العالمين يعني اكثر حتى من كلمة عوالم عالمين يعني عوالم احنا ما نعرف نهايتها وكلها فيها النظم 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 فبالتالي من اودع الاحتمال ان حتى لو تكون كل شيء عشوائية حتى لو يكون كل شيء بعشوائية من اللي وضع احتمال ان هذا كله ينسق من اوجد الاحتمال من اوجد الاحتمال سالفا او او قبلها فلا يوجد الاحتمال إلا ذات وذات ذكية وحكيمة سبحانه وتعالى هو من يوجد الاحتمال فبالضرورة يكون في إله كما اقتنع الكثير من الفلاسفة الغير مسلمين اليونان قبل النصرانية وقبل الكثير من الديانات وجدوا بأنه في ضرورة سموها المحرك الأول ويقصدون بذلك أنه ينبغي أن يكون في ذكاء يسبق العشوائية ويوجد احتمال العشوائية إلى أن وصلوا إلى ضرورة وجود إله واحد وطبعا راح يتقولون أن فلاسفة اليونان عندهم اعتقادات كثيرة ليس كلهم إنما كلهم أجمعوا على هذا المثال تعرفون قطع الدومينو إنك تحط حجر دومينو وحجر دومينو ثاني وثالث ورابع وخامس بعدين لما يطيح هذا يطيحهم كلهم ويلفون كلهم على بعض ويعطونك رسمة جميلة طيب من اللي أوجد احتمال أنهم يعطونك رسمة جميلة من اللي أعطى احتمال أن الكواكب يكون أصلا لهم مسار محتمل فبالضرورة لازم يكون في ذات ذكية سابقة كل شيء فهذا يرد على مسألة العشوائية فالعشوائية بحال ذاته لا يمكن أن توجد الوجود المسألة الأخيرة أسبقية أعتذر الخطة المعفوز الخلق بس لأن أنا خايف أني أنزل تحت لهذا ضي ماشو والرد أسبقية الخلق يعني مثلا يقول لك كعادة مثلا يقول لك الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء فبالتالي من خلق الله هذا السؤال مكسور كيف أنا أقول يعني السؤال مكسور هذا الرد ليس ردا كسولا يعني مثلا أقول آه سؤال مكسور خلاص لا 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 هذا الرد ضروري ليش ضروري لأنك كنت الحين مثلا تقول الماء يعطش كيف الماء يعطش ما هو الماء نفسه هو ليروي ولله المثل العالم مثلا تقول كيف النار مثلا تشرب ماء لا هي ما تشرب ماء هي تخمد بالماء فولله المثل العالم فالمقصد هو شنو أنت لما تسأل سؤال عن ذات أو عن شيء اعرف طبيعة الشيء فالله سبحانه وتعالى مجرد تعريفك إله هو غير قابل للإبداء سبحانه وتعالى يعني لا أحد يبدئه فسؤالك مكسور كيف تبدأ من لا يبدأ سبحانه وتعالى فهو من أوجد حتى احتمال الوجود من إرادته وهذا الذي يفصل الله سبحانه وتعالى عن الوجود أنه سبحانه وتعالى أسمى من الوجود بمعنى أنه ذاتا أنا أتكلم ذاتا ذاتا بمعنى أنه أمر وجود الوجود فبالتالي هو أسمى سبحانه وتعالى عن الوجود نفسه فلما تعرف يعني عن ماذا تتكلم سبحانه وتعالى أو عفواً عن ما تتكلم عن من عفواً عن من تتكلم سبحانه وتعالى فبالتالي راح تعرف تسأل صح وتلقى الجواب الصح فلما أنت تسأل سؤال غلط وتقول والله محد أقنعني شنسوي لك يا أخي سؤالك غلط أكيد لن تجد الجواب المرضي لأن سؤالك أساساً غير قابل للإرضاء سوى أنه يعلن بأنه خطأ في التركيب نفسه فبالتالي أسبقية الخلق نرد عليها صلح سؤال ببساطة فبالتالي أنا أحب أني أشكركم على المشاهدة وببساطة أقول للملحد بأن أعرف لماذا سمي الإلحاد وإلحادة العرب سموا الإلحاد الحاداً لأنه هو من هذا المعنى لما نقول وهذا لحسب المعجم الغني ومعاجم أخرى من اللغة العربية ألحد السهم الرمية يعني لم يصبها حتى لما نقول بأن ألحد السائل عن القصد يعني ما أصاب القصد وهكذا الملحد الذي يؤسس اعتقاده بفقاعة شك فهو مال عن القصد وأحب أني أقول ببساطة يعني يا عزيزي المستمع إن كان في أحد ملحد يتحمس بإقناعك للإلحاد فاسأله سؤالاً بسيطاً أي جنة تريد أن تدعوني له يعني العادة اللي يؤمنون بالديانات ويحمسون الآخرين بأن يتعبعون دينهم هو لأنهم يحاولون أنهم يدخلونهم الجنة التي هم يعني يرجعونها الملحد ماذا سيجد سوى العدم فيعني باختصار شوف رقة معك أنا يا الملحد مع احترامنا لك بكل جدية يعني وليس توبيخ أو استهزاء أو استحقار لا والله والله يعني بكل جدية شوف رقة معك يا الملحد إذا المجتمع الحد ولا قاعد الحد ولا ما الحد شوف رقة معك اشتركوا في القناة